طبعاً يعني أوصاف المحبة كتير أحبائي المحبة مثل ما ذكرت هي أسمى أنواع العلاقات مكتوب لا خوف في المحبة المحبة الكاملة تطرد الخوف بتعرف إن المحبة بتحررنا من الخوف اللي عنده خوف ما عندهش محبة المحبة بتكسر روح الخوف محبة القريب محبة الله بعلمنا الكتاب اعملوا كل شيء بمحبة البسوا المحبة وهكذا أحبائي يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق المحبة تسطر كثرة من العيوب المحبة اختبار المحبة لغة كل الناس بتفهم لغة المحبة المحبة منتصرة بتتغلب على الكراهية فإذا ممكن نحكي كتير عن المحبة ولكن أريد أن أختم بقراءة عن المحبة الخالدة اللي بيتكلم عنها الرسول بولوس صحيح ثلاثة عشر المحبة المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبداً لا تسقط أبداً قل لي بصراحة أي كتاب تحت التاريخ يستطيع أن يصف هذا النوع من المحبة المحبة أحبائي وأريد أن أكلم طبعاً المسيحيين هي علامة التلمزة بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذة إن كان لكم حب بعضكم لبعض فإذا تتكلم عن المحبة إحنا لاحظت ما تكلمنا عن محبة عشاق ولا المحبة اللي اليوم بتحب بكرة بتطلق لا 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 إحنا بنتكلم عن محبة عجيبة محبة أبدية هذه المحبة ظهرت في التجسد بموت المسيح على الصليب أحبنا ونحن نريد أن نستلم ونقبل هذه المحبة أدرك أننا إنسان خاطئ وأدعو المسيح إلى قلبي وإلى حياتي وتوجه ربنا ومخلصا ترحب بقيم لما آمنت بالمسيح الرب حررني من الكراهية ومن العداء اختبار صعب توصفه تحب الجميع بدون أي استثناء تحب كل الناس بغض النظر لأن الرب أحب الجميع فالمحبة هي طاهرة المحبة نقية كما يقول أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة وأما المحبة فلتكن بلا رياء ما فيك تظهر محبة ظاهرية خارجية للناس وإنت من جوة مرائه ممثل قلبك مليان خطية نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت أنا بصلي اليوم أنك تختبر محبة المسيح وعظمة هذه المحبة ليس فقط في الخليقة أن الله خلقنا ولكن الله افتدانا وغمرنا هذه المحبة شو رأيك تقوله يا رب املأني بمحبتك اليوم وشارك هذه المحبة الإلهية مع الآخرين والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر